يواصل الجيش اليمني مدعوما تقدمه باتجاه مدينة المخة الساحلية غرب محافظة تعز التي تشهد قتالا عنيفا بعد أن سيطر الجيش على كل المرتفعات الاستراتيجية في منطقة العمري وغنم أسلحة متطورة وقضى على العشرات من المتمردين بينهم المشرف العام للحوثيين وأسر عددا من ضباط الحرس الجمهوري التابعين للمخلوع وفي الجوف قالت مصادر ميدانية إن معارك عنيفة اندلعت في مديرية المسلوب بعد أن قصفت مدفعية الجيش مواقع الانقلابيين في المسلوب والجيل إلى ذلك شهد قطاع الموسم والطوال على الحدود السعودية اليمنية قصفا مدفعيا للقوات السعودية استهدف الانقلابيين ما أسفر عن تدمير آلية وقتل وجرح من فيها وأيضا قتل العديد من مسلحي الانقلابيين أثناء تصدي القوات اليمنية بجبهة ميدي بمحافظة حج شمال غرب اليمن إثرى هجوم لهم من جهة أخرى شنت مقاتلة للتحالف العربي غارة جوية استهدفت مدفعا نوع 155 في منطقة المخازن شرق مدينة ميدي أثناء محاولة الانقلابيين استخدامه لضرب مواقع الجيش